شادينا موجز لأهم وآخر الأنباء مع منا تفضل يا منا شكرا ليكي بسانت الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوداعي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية بمطار القاهرة في ختام زيارته لمصر والتي استمرت لمدة يومين وخلال مباحثاته مع ولي عهد السعودية أشهد رئيس السيسي بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات بين البلدين مشيرا إلى الحرص المشترك للمضي قدما نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات من جانبه بعد ولي العهد السعودي برقية شكر إلى رئيس السيسي إترى مغادرته القاهرة بعد زيارة رسمية له وأعرب بن سلمان في البرقية عن بالغ امتنانه وتقديره لملاقاه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجرى مباحثات ثنائية مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي عقب استقباله بقصر الاتحادية وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد الحرصة على الاستمرار في تعزيز التشاور والتنسيق مع الملك سلمان وولي العهد تجاه مختلف القضايا مع حل الاختمام المشترك هذا وتطرق اللقاء إلى عدد من أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية حيث شدد الرئيس السيسي على التزام مصر بموقفه تابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري ورفض آية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدمين أصبح محفلا أفريقيا فعالا وجامعا لبحث مختلف التهديدات والتحديات التي تواجه القارة وبلورة رؤية مشتركة توثق العلاقة بين السلام والتنمية المستدمة وخلال كلمته أمام الدورة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدمين أضف رئيس السيسي أن الدورة الحالية من المنتدى تنعقد في توقيت بالغ الدقاء يعاني فيه المجتمع الدولي من توترات متزايدة لها عواقب بعيدة المدى على مختلف الأصعدات وخاصة على الأمن الغدائي وأمن الطاقة أقدت بمقر وزارة الخارجية الجولة العاشرة من المشاورات السياسية بين مصر والمكسيك حيث تم تناول سبول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية وبحث سبولي دفع التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات المكسيكية بمصر في ضوء النجاحات التي حققتها خلال الأعوام الأخيرة فضلا عن تكثيف تبادل الزيارات رفيعة المستوى بما يسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى أفاق أرحب قال حاكم مصر في لبنان رياض سلامة أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي خفضت بنسبة 2.2 مليار دولار خلال العام الحالي ووصلت إلى نحو 11 مليار دولار فيما يمثل هذا الرقم ثلث احتياطيات قبل ثلاثة أعوام وأضاف سلامة أن البنك المركزي سيقترح على مجلس الوزراء الجديد حال تشكيله قانونا لإصدار عملة بفئة أكبر لتسهيل استخدام الليرة في ظل خفض قيمة العملة قتل 15 شخصا من بينهم طفل في قصف روسي على منطقة خاركييف في شمال شرق أوكرانيا وقال حاكم خاركييف أن القتلى والجرحى سقطوا في أربعة حوادث منفصلة موضحا أن القوات الروسية أطلقت النيران على بلدة شغيف الواقعة على مسافة 30 كم جنوب شرق مدينة خاركييف بأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أربعة أخرين أعد أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي اقتراح قانون يفرض قيودا محدودة على حيازة الأسلحة النارية في خطوة إصلاحية غير مسبوقة منذ عقود على الرغم من أنها لا تلبي الحد الأدنى من مطالب الرئيس جو بايدن في هذا المجال وقال زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السناتر تشاك ترومر أن هذا النص المدعوم من أعضاء الحزبين يمثل تقدما وسينقذ أرواحا يصدف الأهل فريق غزن المحلة التاسعة مساء اليوم في الجولة الثانية والعشرين من الدور الممتاز وفي مباراة أخرى بالجولة الذاتها يحل الزمالك ضيفا على البنك الأهلي في السابعة مساء اليوم بينما يلتقي بيراميدز مع إيستين كومباني ويذكر أن الزمالك يعتلي صدارة البطولة برصيد 45 نقطة ويحل بيراميدز ثانيا فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة ويتبقى للمريد الأحمر ثلاثة مباريات مؤجلة ختم مجاز الثامنة عودة الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل نقطة